موسيقى موسيقى تحية إلى جميع مستمعي ومشاهدي صوت لبنان مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد تتواصل رحلة معاناة اللبنانيين المتعبين والباحثين عن حل يخرج وطنهم من بقعة الموت التي يعيشون فيها في الأسبوع الماضي ذكرهم حزب الله من عرمته وهم ليسوا بحاجة للتذكر أن السلاح بكل آثاره المانعة لقيام الدولة حي يرزق وأتعى ذلك بلاسمة سلامان فرنجي أو الفراغ نعيش الموت والقهر من دون القدرة على صناعة مواجهة ناجعة توقف هذا التدمير الممنهج الخاصل لمقومات الوطن ليس مفهوما حتى الآن كيف أن في المعارضة من يقف فارج المعارضة وأكاد أقول أحيانا ضد المعارضة ما هكذا تخاض المواجهات ولا هكذا يكون الخلاص قراءة في مشكلات الحاضر وأفاق المستقبل مع ضيف كواليس الأحد اليوم الدكتور أنتوان حداد الأكاديمي والباحث في السياسات العامة أهلا وسهلا فيك صباح الخير سيد شيربيل إلى كل المستمعين وشكرا للاستضافة أهلا وسهلا فيك سؤال الأول من ملامح الصورة الكبرى مثل ما أنت وصفتها الصورة الكبرى لما يجري في المنطقة والعالم بدي بلش أول شي بالإقليم نحن هلأ صرنا فترة في اتفاق سعودي إيراني وناطرين تداعياته وأثاره يمكن بلبنان قراءتك لما جرى ولما يمكن أن يجري بالحقيقة صحيح يعني صعب الواحد يفهم أو يعني يجرب يتعاطى مع الوضع اللبناني من دون ما يعطي نظرة يوسع الصورة مثل ما قلنا يشوف شو عم يحصل بالمنطقة بس كمان من الخطأ الفادح أنه ننسب كل ما يجري عنا إلى الخارج أنا دايما من الناس اللي بقولوا أنه ديناميات الداخل سواء بالاجتماع السياسي أو بالصراع السياسي بالتنين هي يعني الغالبة في لبنان وهي توفر خلينا نقول الحاملة أو الرافعة لكل ما التدخل أو كل نفوس كارجي هذي يعني كقاعدة عامة هي وجهة نظر الدائمة كانت إنما يعني خلينا رح جرب فصلها يعني بوضع الحالي اللي حاصل بالمنطقة غير مسبوق يعني حاليا هذا الاتفاق الإيراني السعودي من دون ما يعني المبالغة وطبعا إله هو حدود ومحدة رح نحكي عنها بس هو أكيد عم بيغير قواعد اللعبة في المنطقة وهو أبو الأحرى عم بيعبر عن تغير قواعد اللعبة مش هو بحد ذاته عم بيغير قواعد اللعبة يعني بمعنى اللي عم بيغير قواعد اللعبة تحديدا هو هناك ثورة هادئة تتم بالسعودية بالمملكة العربية السعودية وعم نشوف كلنا يعني تجلياتها بالانتقال من مستويين على مستويين عم بتتم أولا عم يعني ثورة مجتمعية بكل معنى الكلمة يعني نحنا كنا شفنا أنه السعودية كانت حتى ثلاث سنوات دولة ومجتمع محافظة أقصى درجات المحافظة يعني النساء ما عندهم يعني حد أدنى من حرية الحركة حتى ما أحكي عن الحقوق فقط فشفنا أنه خلال ثلاث أربع سنوات الماضية حصل ثورة على هذا السعود حق القيادة الانتقال إلى العمل كاف يد المطوعين يعني خلال نقول من الحياة الاجتماعية إلى آخره هناك كل اللي بيعرفوا السعودية آخر ثلاث سنوات شافوا أنه هناك ثورة هادئة إنما فعلية تتم على الصعيد المجتمعي هادي على الصعيد المجتمعي بس إنما كمان مترافقة أيضا مع محاولة تحديث اقتصادي السعودية دولة غنية صحيح وكل عمره آخر مئة سنة من أغنى الدول من حيث النتيج المحلي والنتيج المحلي للفرد إنما كانت السعودية تعتمد إلى المصدر وحيد هو الطاقة أي النفط يعني أو المواد الأولية اللي موجودة بجوا في الأرض وتقريبا ما في دور الإنسان بيأنتاج ثروة كان اليوم بهدو عم بتم تطوير الاقتصاد السعودي بحيث أنه يصبح متنوع ومتعدد تقريبا على النموذج اللي تم بالإمارات إنما خلال 30 سنة الماضية شفنا كيف الإمارات نهضت من دولة فقط نفطية أصبحت دولة خدمات إلى آخر هنا محاولة أو مسعة كبيرة إنه للاقتداء بهذا النموذج إنما على صعيد أوسع السعودية دولة عشر مرات تعد الإمارات تانيا هي من أكبر دول المنطقة مساحة هناك العديد من المزايا لدى السعودية هي مكان الحاج إلى آخره هي وبعدين عم نحكي عن 25 أو 30 مليون نسمة كتلة بشرية كبيرة تنويع الاقتصاد هل هو رح يتم من دون أخطاء هل هو رح يتم من دون أخطاء هذا ما حدا عنده جواب عليه هل هو رح يحصل الانحراف بس في مسعة جدي لتنويع الاقتصاد مش فقط برغبة تنويع الاقتصاد إنه مكان مواكبة لتطور عالمي حاصل هو نحن رح نشهد أنه خلال 20 أو 30 سنة انتهاء عصر النفط هذه أمر بحق معدة مسائل أولا يعني مسألة المخزونين تانيا النفط وعموما المصادر الطاقة الأحفورية أي النفط والغاز حتى هي المتهم الأول لبل المزنب الأول بتدمير الكوكب يعني عم نشوف نحن في تحول مناخي كارثي حاصل العلماء عم بحذروا منهم 30 سنة كان هو نتيجة الاتكالة المفرط على حرق الوقود الأحفوري هذا أمر يعني رح يكون محدد رئيسي مش فقط بالاقتصاد العالمي بالجغرافية السياسية للعالم خلال 30 سنة الماضية أنا حسب توقعاتي توقعاتي الشخصية أنا لأنه عم شوفها من ضمن أحاسنا ومتابعاتنا نحن عم نعيش آخر 20 سنة من النفط وآخر 30 سنة من الغاز يعني نحن رايحين على الحج بلبنان والعالم راجعين طبعا يعني لأنه وفي عندها كان عشر سنين كتير مفصليات يعني من الوقت ما عرفنا أنه عنا غاز ولازم نستغله لا 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 ضيعناها بالمناكفات وقبل المزيدات وإلى آخره بسبب غياب الدولة حالة الله دولة لبنان هي حرمتنا وأنا بعتقد ما راح نلاحق عصر النفط دكتور أنطون حديد حكيت عن الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي بالمنطقة في الشق السياسي يعني هالاتفاق اللي صار الاتفاق السعودي الإيراني والناس ناطرة أثاروا متى تصل إلى لبنان وأي أثار هذه الثورة اللي حكيت عنها يعني أو التي محاولة الثورة والتحديث أنه كلها هذه محفوفة بالمخاطر والمطباط وإلى آخره وبدأ جرأة كتير كبيرة للقيام بها تتطلب معادلة سياسية مختلفة يعني تتطلب شيء وعم بيحكوا عنه السعوديين حاليا من أولا السلم يعني بالمحيط السعودي المباشر هني عم يحكوا عن نظرية طبعا اخترعوها الأتراك بل كي سابقا وما عدوا طبقوها اسمها تصفير المشاكل أو صفر مشاكل أنا برأيها الفلسفة حاليا رأم واحد خلينا نقوله العقيدة السياسية التي تحكم السياسة الخارجية السعودية هيدا يعني اللي نقدر نفهم شو عم يعملوا السعوديين بقى ننطلق باعتقادة من هذه النقطة تصفير المشاكل تصفير المشاكل شو يعني؟ أنه في عندهم حرب بحديقتهم الخلفية بتبلش من هناك اسم اليمن اللي هيد يعتبر تاريخيا مش بس جزء كيف سوريا ولبنان يعني في تدخل بيعتبروا أنه هذا الأمر يجب أن يتوقف بأي سمن يعني ثم بعدين طبعا بتكلمة توسع الدائرة لازم يكون فيه سلم واستقرار بالمحيط يعني العراق البحرين طبعا هني حسموها لأنه بلد صغير سابق من عشر سنين وقت اللي شعروا أنه فيه هذا تهديد مباشر أدخلوا القوات السعودية وقتها عن حق عن باطل إلى آخره بس هذا العملوه وهدأوه إلى آخره الأردن دايرة المباشرة بمحيطهم بالدنياها مستقرة وهادئة ماذا عن الدائرة البعيدة؟ طبعا فيه دائرة الأوسع شوي هي هون بتبطل الموضوع فقط أنه يكون مستقرة فيه مصدر قلق كبير لأنه آخر تلاتين سنة كانت محكومة بصراع مباشر وغير مباشر معظم الأحيان غير مباشر إنما مؤذي جدا ما بين السعودية وإيران كان الاستقطاب الإقليمي له عدة أعمى دي بس أحد العواميد الأساسية كانت هي الصراع مبين قطبين هن إيران والسعودية فبلحظة ما دولية اعتقدوا أنه هادي استوى الوضع وقتل الزمن أنه هن يعملوا نوعا من الهدنة مفتوحة على لاحقا سلام دائم مع إيران فإذن هيدا أنا بوصف الوضع وهيدي ما نقلل من قيمتها صحيح أنا عمقول أنه في عالمات استفهام كبرى ما تزالت تحيط بمستقبل هذا الاتفاق وأبعاده إنما هذا عنصر أساسي بالسياسة اعتبروا بالسياسة السعودية من شان مثل ما قلنا يعني يوصلوا لوضعية تصفير المشاكل أو صفر مشاكل طبعا في حيثيات كتير هذا الاتفاق إنه الحرب الأوكرانية الحرب أوكرانيا وانشغال الولايات المتحدة فيها انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة هي من ذاتيا دور الصين دور الصين التوازن العالمي اللي عم يحصل بين قطبين هن ونموزجين هن الولايات المتحدة والصين سقوط القطبية الأحادية إلى آخرها هي قدت أنه لا اعتماد طرف بيقدر يقدم ضمنات لهذا الاتفاق الولايات المتحدة ما تقدر تقدمها يعني الولايات المتحدة كانت يمكن هي بتطمح تكون الوسيط ما بين إيران هل السؤال راضي الولايات المتحدة على هذا الموضوع؟ أنا بقول فيه وجان يعني الموضوع معه كان موقف السعودي الأمريكاني على المدى الطويل هن بيرتاحه لتأمين استقرار المنطقة يعني أنا إذا بدأ قرأ بالسياسة الأمريكية أنا بيعطيب أنه على المدى الطويل لأنه هن عم ينسحبه من هاي المنطقة طوعا يعني عكس كل الأدبيات اللي بتقول أنه طريده ومش أعرف يعني إلى آخرها هذا كلام ميديولوجيا هن عم ينسحبه طوعا لا أسباب يعني إلى علاقة بتوزع المشاكل بالكرة الأرضية هن صاروا شايفين أنه أولوياتهم هي صارت أصبحت بمنطقة آسيا الباسيفيك يعني هني وبالتالي التهديد الكوني المباشر لإلهم بيشوفوه بالصين وبيشوفوه بالتمدد الصيني أكتر ما بيشوفوه بمشاكل الشرق الأوسط هلأ مخطئين مصيبين مبعا بس هدا الواقع الأمريكي وهن كانوا عم يتجهل ترتيب وضع الشرق الأوسط بتسوي مع إيران وإلا شو كانت يعني كل فلسفة اتفاق إنه اللي تعثر صحيح وإلى آخره وهلأ متعثر أكتر بسبب الحرب الأوكرانية إنما هادي هي خلينا نقول جوهر فما حدا يعني ما حدا بموقع الصين إلا هلأ طبعا هني بيتمنوا كانوا هني يكونوا الأمريكان بس هدا التطلب كانت إنه ينجزوا اتفاقهم مع إيران اللي ما حصل بعد فمش هنهيك سبقهم الوقت بهذا الموضوع في عنصر تاني إنه السعودية منع تطابق كامل مع الولايات المتحدة لا بل إنه هي عتداعد مستمر يعني وهذا الأمر بدأ أولا خصوصا مع الإدارة الحالية اللي هي اعتبرت لأسباب إيديولوجية من ناحية حتى أيام إدارة الرئيس ترامب كان فيه هيدا الموضوع إيه بس ما كان في هالحدة يعني لأنه الرئيس بايدن أثناء حملته الانتخابية وجه كلام مهين حتى للا هلأ يمكن من موقع إيديولوجي هو أو من موقع مبدئي معه حق فيها أو هو بيلاقي حق فيها لأنه متصلي بيعني قضية الصحافة خشقجي اللي ما بيقدروا كانوا خلينا نقول الليبراليين الأمريكيين يتعاملوا معها بلا خلينا أقول بلا اهتمام فلذلك أنه بدأت من هونيك واستمرت لأنه خلال فترة رئيسة بايدن اللي رح حطنته يعني صار مريك سنتين وأكتر منها ما حصل تحسين جدي للعلاقة فحصل تباعد أكتر وطبعا الحرب الأوكرانية أمنت منصة لهذا التباعد ولهذا الشرخ يعني أكبر فلذلك أنه يعني مثل ما نقول في عناصر عدي اجتمعي قدت أنه دكتور أنطون حديد بالعمل بدأ حاول ترجم كلامك بدنا نترجمه على الساحة اللبنانية نحن نتجه إلى انتخاب رئيس إذا بدنا نترجم هذا الكلام من أي رئيس بيبقى السؤال خلينا نضيف جملة بس واحدة إذا سمحت قبل ما ننقل للبنان شو بقول الاتفاق المعلن على الأقل الاتفاق الإيراني السعودي الجملة الوحيدة اللي ممكن تستشف منها شيء له علاقة بلبنان أو مع أي دولة من دول الأقل هي عدم التدخل احترام سيئة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية هذه الجملة إذا بتقراها هي الوحيدة اللي يعني بتعبر عن شيء ما بس كمان بالواقع أنه حزب يرتبط بإيران تمويله من إيران الهوى اللي بمشأه من إيران ترجم الفعلية إلى خلينا نقول ترجم الفعلية إلى تعطي للسعودية تكبل يد السعودية أكتر وتبقي حرية أكبر لإيران وحلفاء سبب بسيط أنه إيران تملك أو لديها أدوات محلية مباشرة عضويا فيها فممكن عبر هذه القوة سواء بلبنان أو باليمن أو بالعراق أو غيره أنه هي تستمر بممارسة نفوذ كبير دون ما حاجة للتدخل المباشر هذا الشيء ما عندها إياه السعودية السعودية كان طبيعة العلاقات اللي عندها إياها وطبيعة الاستثمار السياسي اللي كان عندها إياه بهذه الدول اللي سكرناها اللي هي ساحات نزاع بين وما بين إيران كان عندها حلفاء سياسيين ما كان عندها أتباع خليني أقول بين مزدوجين حتى أقصى درجة تحالف اللي هي موجودة كانت بلبنان عن طريق خليني نقول تيار المستقبل أو الحريري ما كانت هذه العلاقة علاقة عضوية بالمعنى الكامل أنه لا في تنظيم مسلع لا في قيادة تتبع ولاية الفقهة أو ولاية خادم الحرمين الشريفين إلى آخرين طبيعة العلاقة كانت فلذلك هذا الاتفاق إذا بتاخده بحرفيته وبالقانون الدولي هو يكبل أكتر الحركة السعودية بكل الدول المعنية بهذا النزاع بينما يبقي يد إيران يعني لهذا السبب عم نشوف بحل مثل لبنان يعني خلينا نقول المفوز الإيراني إذا بده يمارس ليس بحاجة إلى تدخل مباشر يعني عم بتم عبر أدوات متمكنة وبعدها عندها وتربط ترتبط بعلقات عضوية مع إيران نحن اللي بهمنا ملف الاستحقاق الرئيسي أي تدعيات لهذا الاتفاق على ملف الاستحقاق شايف فيه رئيس بالأفق أول شي هلأ أنا صعب النجم يعني فيه أنا بقراءتي المباشرة لم تجتمع بعض عناصر كافية لتأمين الرئيس والسبب هو التالي نحن نعيش منذ الانتخابات وفي كتير بيقللوا من أهمية الانتخابات اللي حصلت الانتخابات النيابية أنا مش هيك أبدا أنا بشوفة أنه انتخابات مهمة صحيح أنه لم تكن حاسمة بس إنما انتخابات مهمة لأنه أمنت نوع من التوازن داخل مجلس النوّب اللي كان فقد بسبب اهتراء وضع القوة المواجهة لإيران خلال عهد الرئيس ميشيل عون هتريت هاي القوة أولا تفككت بدأت تتفكك قبل وهي سلمت يعني سليس خلال نقول القيادة للفريل آخر إنما حصل نوع من التوازن أنا بعطي قادي مهم جدا إنما هذا التوازن سلبي يعني غير كافي لقلب الوضع بس أكيد هذا التوازن السلبي تحدي اليوم من أجل الوصول إلى رئيس جمهورية جديد هو كيفية إنه يقدروا اللبنانيين يقلبوا هذا التوازن السلبي إلى توازن إيجابي يعني بمعنى من المعاني هلأ بالوضع الحالي أنت لا تقدر تنتخب رئيس ما في فريق واحده قادر يوصل رئيس هذا أمر مسلم به وأنا بعطي قادي كل المحاولات اللي عم بتقوم اليوم لإيصال رئيس من فريق واحد رح تصطدم بجدار اسمه التلت المعطف لا عم نحكي هلأ برئيس توافقي بين المعارضة وطير الوطني الحر هلأ بش هيدا انتبه هيدا ما في عندك عدة دوير للتوافق هلأ إذا عم نحكي عن دايرة اسمها كل من يرفض ترئيس سليماني فرنجي هذا توفق على مستوى هذا المجموعة فيه توافق آخر مطلوب هو كيف هيحصل توافق بين هيدا الكتلة وكتلة حزب الله وحلفائه لنقدر نحصل من الثخابين جهة واحدة ما عادة تواصل ما فيه رئيس خارج إطار التوافق مع حزب الله أنا برأيي فيه ثلاث شروط يجب توفرها من أجل قلب هذا التوازن السلبي إلى توازن إيجابي عم بحكيها وضوعيا بمعزة عن رغباتي اللي هي معروفة يعني يعني بعبر عن رأيي دائم من عشر سنوات أو من عشرين سنة لم يتبدل يعني بهذا الموضوع وهلا بنحكي لاحقا حول الأضايا الجوهرية اللي بدأ تعديله يتبدل الوضع بلبنان يعني أولا هلا قراءة الوضع المشهد الحالي التوازنات الخارجية والداخلية وتحديدا البرلمانية ما ممكن توصل الرئيس فريق هادي أكيد ليش لسبب كتير بسيط كما رست عليها قواعد اللعبة وأنا هادي باعتقادي قواعد مغلوطة بس خلص صار في استقرار عليها بس ما ستة وثمانين نيب يعني بدك ستة وثمانين نيب يحضروا الجلسة سواء حصل توافق يعني على الرئيس تزكي على الرئيس كما حصل ثلاثة أربعة انتخابات أخيرة أو حصل تنافس بس بدأ تسليم من ستة وثمانين إنه نحن رايحين لنجيب الرئيس هذا الأمر فريق واحده ما بدري أمنه ما تطلع على إلا بده يحصل شيء زلزال بمعنى غياب جسدي لعدد كبير من النواب أو عودة الانتخاب إلا أخي أنا ما شايفها بالوضع الحالي في هذا التوازن يمنع انتخاب الرئيس بالفرض من جهة واحدة نقطة تانية بدأ كمان شرط آخر هو في أحد الأطراف يملك إلى حد ما حق الفيتو يقول لي هو الفريق الشيعي أنا ما بحب هذه التسمية حزب الله وحلفائه ليش؟ لعدد أسباب أولا هنه هذا التحالف بيملك حصرية حق الدعوة إلى الجلسة أنت لو معك 120 نيب إذا الرئيس بري بوضعه الحالي ما دعي إلى الجلسة الاجتهاد لم يستقر على أنه النواب يقدروا يجتمعوا وينتخبوا وشفنا بسنة 2007 خلصت ولاية الرئيس الحود كان في أغلبية واضحة بالبرلمان ما كانت قادرة تحت عدة عناصر أنها تجتمع بسبب أنه الرئيس بري سكر البرلمان وقتا فحتى هذا الوضع هالمعادلة ما زالت قائمة تانياً في شيء كمان اختراع حصل وترسخ آخر 20 سنة هو اسمه المساقية في عنده هذا السناء عنده حصرية التمثيل الشيعي هل ممكن انتخاب رئيس ما يصوت له ولا نيب الشيعي؟ أنا برأيه بالوضع الحالي في استحالي مع أنه بالدستور ما في شيء بيقول هالشي هذا نقطة الثالثة وهيذا المهمة هون لأنه الباقين فروع لقلها هي حصرية امتلاك القوة المسلحة من قبل حزب الله صحيح أنه هيدا تستخدم إنه من سنة 2007-2008 من وقته سواء المباشر أو غير مباشر في شيء اسمه يا السلح يا وهج السلح هو يعني هو جاسم على الحياة السياسية وعلى القرار السياسي اللبناني لا شيء يتخذ طبعاً لطبيعة استراتيجية إلا بموفقة حزب الله نتيجة هذه المعدل هادها الثلاث عناصر هون بيجعلوا أنه في حق الفيتو سواء بالدستور أو خارج الدستور لحزب الله في عشر تالت يجب توفره وهيدا نشأ من الانتخابات الأخيرة إنه من الصعب إنك تنتخي برئيس ما بيسوطوله كتلة مسيحية وازنة ما بيخل هذا الرئيس ضمن الفلسفة السياسية لنظام اللبنان رئيس مسيحي وتحديداً ماروني إذا ما عندك حضور مسيحي وازن وباستطراضاً وأيضاً ماروني وازن ما فيك تجيب يعني ما فيك تجيب رئيس جمهوري بالوضع حتى لو جبت الستة وثمانين وحتى لو جبت الخمسة وستين إذا بدك كوكتيل من كل هذه العناصر لتقدر يعني جيب مشان هيك مثلاً بالنسبة للمعنصر التالت قداش الفرنسيين اللي هني بيعرفوا لبنان مميح وأنا عندي كتير ملاحظات لإدارتهم لو هل يحكي فيها الحرسين إنه بدوا النصاب مسيحي ما عم بدوروا عليها بتلاقي شي بيبعثوا وراء التيار الوطني الحر جربوا يبعثوا وراء قوى المعارضة في جزء منها راحوا فهاموا رأيه مثل الشيخ سامي جميل راح قالوا قالوا ما بدي روح يعني القويت ما راحوا هلأ بيعطيوا وراء البطرة لحتى يجربوا ياخدوا تغطية ما بهذا الموضوع وأنا بقولوا راح يفشلوا بهذه المسألة وهلأ بنحكي فيها دكتور أنطوى حدد لنحاول نعرف وين صارت المساعة الداخلية بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية ينضم إلينا النائب الدكتور غسان سكيف صباح الخير صباح النور صباح النور إليكم المستمعين الدكتور أنطوى حدد صباح الخير دكتور غسان اللي عرفتوا أنه ساعاتك طالع بكركة هلأ شو طالع تقلوا للبطرك الراعي ولا طالع معظموا عن غدا شو جمع بين إيضاك بالواقع نحنا مثل ما بتعرف أنه الشغور في موقع رئاسة الجمهورية صار خطير وخطير جدا وهي دا شغور عم بيستدرج شغور في مواقع أخرى بنفس الأهمية بالبلد هالكذا شهد اللي زين شايد وإحنا مثل التعرف أخذنا المبادرة للإسراع في أمهاء هيدا الشغور والمبادرة يلي أمت فيها من المبادرة الأولى هيدا المبادرة الثانية المبادرة الأولى ثانية كانت تقضي بالاتفاق على رئيس يعني يحصل بتأييد جميع الأفريقاء من ضفة طيق المجلس مثل ما بتعرف بالتوازن السلبي يلي موجود المجلس اللي حكي عنه دكتر حداد مما أدرين نوصل لعئيس إذا كل فريق ظل متشبس بالمرشح اللي هو عزيزي المبادرة الأولى ما ما نجحت لأنه أولا كان فيه مرشح واحد من المعارضة هو الأستاذ ميشيل معوض والفريق الأخر لم يكن يكون رشح فوقفنا المبادرة لأنه ننصل إلى نتيجة ننصل إلى اتفاق على رئيس يجمع كل الأفريقاء تغير شيء هلأ حتى رجاء تتحرك يلي تغير هو أنه مثل التعريب الثنائع الشيعي طرح اسم الوزير السلامي المفاجي كمرشح للممانعة فالقينة أنه والسبب بأول بأول بال11 جلس اللي أطاعت كان عدم اكتمال النصاب في الدورة التانية مثل التعريب فتأمين النصاب هو الهدف من المبادرة التانية وتأمين النصاب لن يتم إلا إذا خلقنا مرشح في الفريق الآخر أي الفريق المعارضة اليوم يحظى بتأييد أكترية المعارضة بالإضافة إلى المترددين صحيح بدي سألك سؤال محدد استيس غسانس كيف هل صحيح أنه التيار الوطني الحر تبنى ترشيح الوزير جهاد أزعور هذا كلام حكاة الدكتور سمير جاجع بشكل واضح صحيح يعني كل الاتصالات التي جرت أدت إلى تأييد من اطيار الوطن الحر لإسم أستاذ جهاد أزعور ولكن كان في هناك أسم أخر وممكن أن ننتقل إلى أسم أخر ولكن حتى الآن المرشح جهاد أزعور هو الذي يحظى بتأييد اسم كتير كبير من المعارضة مع التيار الوطني الحر هل هو الاسم الذي سيحمله البترك الراعي الثلاثة لبريز الفرنسيين ناطرين اسم يطرحه المسيحي صارنا عارفين هالموضوع هذا البترك رايح باسم أم لا هذا ما طلب الفرنسيين طلب أن بالنسبة للفرنسيين أن خيار الوزي الإسلامية الفرنسيين لفرنسا كان سبب الأساس إخفاق المسيحيين في تسمية مرشح وبالواء أنا ستبحث مع سيدنا البترك هذا الموضوع وشوف شو عنده وقدم لللي عن نيع طبعا نحنا صحيح أن صيد البترك رايح على ورح يبس مكتلون ولكن داخليا علينا أن نتحرك يلي شفنا من بعد تحريك هيدا المبادرة الداخلية لقينا أنه هيدا المبادرة أطلق دينامية داخلية لإنجاز الصحق الرئاسي وأدت إلى اهتمام خارجي أكبر بلبنين لمسنين من خلال لقاعة من كان بواشنطن أو بريس يعني بس ولكن نحن علينا عدم انتظار قطار التسوية أن يأتي من وراء الحدود من دوم من حلقة داخلية ومثل ومثل كمان ذكرنا قبل وذكر بسر حداد أنه يعني لازم نوقف على نعمل ارتهانات عقيمة لحسابات وتطورات خاجية ممكن غير الوضع في لبنان يعني كان بلشنا من تموجات الاتفاق السعود الإيراني إلى نتائج الاتخابات التركية واليوم رح نشهد نتيجة نهائية لهذا الموضوع إلى القمة العربية دي جدا يعني ما لازم نظل عندنا انتظارات خارجية ونوء ونوء نتخرج على الوضع المنهار في البلد بديت شكرك أنا النائب بغسان سكيف وأعود إلى ضيفي في ستوديو واحد بصوت لبنان الدكتور أنتوان حداد تعليقك أول شيء وبدأ شوين نفصل الموقف الفرنسي يعني هذا الموقف الفرنسي اللي داعم لإسلامية فرنجية فاجأك خلينا نحكي بالأول وين وصلت الاتصالات يعني حسب ما يعني عم بيحكي دكتور غسان هو أحد الفاعلين على هذا الخط أنا بعتقد وهو بالحقيقة يعني أنا بحب أقول أنه هو أيمي مضافي بالمجلس دكتور غسان يعني هو واللي بيشبهه اللي عم بقومه فيه فعلا بنحيس تحرك لكسر هذا الجمود الأهمية اللي حصل بتسمية أو بمحاولة التوصل إلى اسم موحد تحديدا عم ينحكي عن دكتور جهاد أزعور أهميته أنه بيقدر يأمن التوافقين اللي حكيت عنه بأول اللي كنت تحكي عنه من شوية التوافق أولا داخل خليني أقول كتلة المعارضة الواسعة وخصوصا بشقة المسيحة مثل ما قلنا لأنه قواعد اللعبة بتقضي هيك وهذا يعني متوفر يبدو إلى حد ما هذي إذا صفت النواية وصدق المنجمون أهميته أنه قادر يأمن التوافق التاني وليش رغم كلام اللي سمعناه على الثاني الرئيس بالري نحن نصل لهم أنا مشانيك قلت أهميت يعني احتمال وهذا هون التحدي وسؤال كبير هل أنه بيقدر يأمن التوافق على التزكي متل ما قالنا التوافق بيقدر يكون يعني بشكلين يعني إما بالتزكي أو بالتنافس متل ما حصل بانتخابات طبعا مرة وحدة حصلت بس مباركة يعني عساس أنه تربنا شوية من الممارسة الديمقراطية دائما التنافس أقوى ديمقراطيا من التزكي بيحمل البلد معركة انتخابية هالمرة إذا كان فيه توافق متل ما قلت سواء بالتزكي أو بالتنافس أنا برأيي ما قلق ارتداد سلبي بيكون إذا فيه توافق لأنه القبول بالتنافس هو قبول ضمني بالنتيجة يعني لذلك أنا بقول أنه احتمال أنه نذهب بهذا السيناريو فيه عنده حصوص معقولي أصبحت والأجوبة اللي عم تجي من عدة أطراف حتى لو مثل ما قلنا يعني فيها بعض الالتباس تعطيك يعني تعطيك تفاعل هلأ فيه احتمال يكون لم يمضش بعد أنا مع أني ما بعضت كتير أهمية للخارج بس إذا بعض الخارج عنده شروط لم تتوفر ممكن هيدا المسعى يفشد بس هيدا ما راح يبين لنا بالعلن يعني ما حدا راح يطلع يصرع دولة إيران أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو شو عارفني المعنيين أو السعودية حتى رغم أن السعودية إيدي عم كبل وما أبدأ تحكي بس ما حدا يطلع يقول أنا ما بدي هاك أو أنا ما لأني ما بحقل يقول هاك هلأ بنحكي عنه بالنسبة للفرنسيين وين المأيقذ علي إنما هذا السيناريو عنده حظوظ معقولة وإذا لم يتم عن طريق حدا مثل الدكتور جهاد أزعور اللي فيه مواصفات هذه التسويين فيه مرشحين آخرين مثل ما ذكر دكتور غسان يمكن مش متداولي أسمائهم بس فيهم هذا البروفايل منهم الوزير زياد برود يعني أنا بعتقد أنه بأمن هذا البروفايل هادي ضمن يعني ضمن خلينا نقول المعادلة الحالية وإذا من خارج العلبي مثل ما بقوله فيه قائد الجيش كمان بس هادي هاون تطلب شرط إضافة هي تعديل الدستور أنا ما بعتقد تعديل الدستور تعديل شو تعديل الدستور مسألة شكلية مثل ما بقوله الفخوري بركب دينة الجرة مثل ما بدل عم يحكي تعديل الدستور مرأة كتير قضايا ما إلا علاقة تعديل الدستور شو مثل ما بعتقد تطلب موافقة من الطيار الوطني الحرب عائق التوافق على التوافق المعارضة على قائد الجيش يقف عند هادي نقطة مش عند نقطة تانية هلا طبعا بدل فيه يعني التوافق الآخر الأوسع اللي يتطلب إذا سقطوا هادي الفيت توين بصير هو أحد المرشحين اللي ممكننا عم نحكي عن خيارات جديدة وهيكي نصينا خيار إسلامية فرنجية اللي طارحوا حزب الله متكأنه هذا الخيار ما إله إمكانية للوصول لكن لألك يعني الوزير الفرنجي أخد مثل ما أنا قرية بمعذر موقف الشخصي اللي هو معروف بهذا الموضوع أخد طابع أنه هو مرشح فرض أخد هيك يعني وحي فيه جبهة عريضة ضده سبقت يعني ما أدري أمن هادي الشروط الثلاثة اللي أنا ذكرت عنه الشرط الأول الأساسي حتما مش مأمن فيه الشرط الثاني متوفر اللي هو الكتلة الشيعية شرط الثالث فإذا شرطين من الثلاثة اللي ذكرتهم هول حسابيات ودستوريات ومساقيات هول فيه تنين من الثلاثة مش متوفرين إطلاقا يعني فلذلك هلأ يعني أنا أنا بعتقادي اللي بعدهم عم يحكوا أنه المسعى الفرنسي يتضمن أو يعني ينطلق من فكرة القناعة الآخرين بالوزير الفرنسي أصبح ضعيف شو رأيك بالموقف الفرنسي مرتكزات فرنسا الأم الحنون حاضنة لبنان إلى آخر ونوصل بالآخر عم نسوّق الإسلامية الفرنسية لا رح أحكي عن شقين فيه الشق المبدئي وفيه الشق البراجماتي يعني العملي بالشق المبدئي حتماً كما بقولوا الفرنسيين ديبلورابل الشي اللي صار لأنه لا يجوز دولة كبرى خاصة بما يربطها بلبنان أن تصل إلى هذا الحد من خليني أقول يعني الصراحة بالتدخل بالشأن الداخلي هلأ كثير دول بتتدخل بشأن لبنان يعني من إيران طب تطلعوا إيران ما فاتح تتمها بهذا الاستحقاء إجا الوزير طويل عريض الوزير الخارجية يعني إجا قال أنت روحوا نتخبوا اللبنانيين متل ما أنتوا بتكون هيدا دوفوار لبناني دوفوار عرفت رايكي فلأ يعني في شيء بالمبدأ يعني مش بس من فرنسا من دولة عظمة مش مقبول بهيك هالطريقة هيدا هلأ إذا بتروح الشق العملي بصير في شيء فادح أكتر لأنه العارفون بالموضوع بقول لك إنه هيدا أمر يتصل بمصالح مباشرة سواء مصالح قومية وأنا بفهم إنه فرنسا عندها مصالح قومية في مصالح كمان سياسية وبشر وسأمتني عن التسميات هون لأنه فعلا بتصير المضع مهين يعني لدولة عظمة تربطنا فيها بها ونحن بنعتبر إنه متشبعين بثقافة ثورة فرنسية وحقوق الإنسان وقيم الجمهورية وإلى آخر لا يجوز إنه لدولة عظمة أن تنحدر إلى هذا الدرك بتعاطي مع دولة ما بدي أقول شقيقة يعني إحنا دولة بالآخر صغيرة قدام لبناء بس هالأد دولة تتطلع لها بنوع من خليني أقول الاحترام والنوع من الإلهام والنموذج في كتير يعني إحنا اللبنانيين بتطلعوا للنظام الفرنسي ولفرنسا كدولة ملهمة يعني بدي يروح معك على موقف حزب الله كيف يتعاطى حزب الله مع الوضع اللبناني شفنا لأحد الماضي مناورة عسكرية بعرمتها ومقابل الاستمرار بترشيح الاستاذ الإسلامية الفرنسية رأيك شو عم بحاول يقول حزب الله هاي دي الرسالة لميل للداخل لا إسرائيل لميل استنيدا للي الكلام اللي بلشنا حديثنا فيه حول كيفية فهم الأطراف لتداعيات التطورات الكونية واتفاق السعودي الإيراني أنا بعتقد حزب الله عم يقرأ أنه الاتفاق السعودي الإيراني ما بيكبل له إيداه يعني بيخلي له يعني حرية الحركة يعني واسعة لذلك هو ذهب إلى الأقصى بمحاولة تفرض رئيس طرف طبعا بس هني كمان حزب الله يعني بعتقد في كتار ناس بيشوفون أنه مش عقليني أنا بشوف أنه عندهم حد أدنى من العقلين على القليل عندهم منطق داخلي يعني بسلوكهم فيها للأسف اللي صار يعني هذا الاستعراض فرجينا أنه حزب الله بعده على كوكب عرمته يعني بمعنى أنه ما نزل بعد إلى المكان الذي يعبر عنه توازنات القوة وهذا أمر مؤسف لأنه يعني حد أدنى من العقلينية تفترض الإنحناء أمام هذه التوازنات اللي هي تعبر إلى حد ما عن إرادة شعبية من ناحية وبتعبر من ناحية تاني عن يعني خلالنا نقول هي كمنصة للاستقرار ما بآخر كلنا سوها عايشين بمركب واحد نضلنا نخبط ببعضنا بنضلنا يعني إذا مش بالأجساد يعني ولا بالسلاح بس أنه بنضلنا هاك هذا المركب عم يغرق يعني في محل ما يعني بعد يفترض أنه حزب الله ينزل عن هذا الكوكب ينزل على الأرض على كوكب لبنان يعني يجع يقعد معنا شو يفكروا هاودي أنه كائنات غريبة نحنا يعني يعني عايش فقط بعالمه بقيمه بمنظومته بعلاقاته الخارجية بنظرته ما بيجوز هذا أمر ليش لأنه عم يخدنا أكتر فأكتر عدل انهيار العام اللي نحنا عايشين وبسبب هذه خلينا نقول الحصرية السلاح والسطو على القرار ويعني في شيء آخر عم يبين أنه انسداد الأفق عم يبعت اللبنانيين لمحلات في كتار لبنانيين رهانهم أنه بدون يعيشوا بهالعش 1452 بطريقة منظمة وحضرية وبدولة حديث وكل شيء عبالشوا يفكروا يا عمي هذا خيار ما صحيح وأنا أكيد بخطيهم يعني هل خيار البطرياك الحوية كان بمطرحه في كتير ناس عقلانيين مثلا نسمع الكلام هل عمل شيء مظبوط هل هيدا قابل للحياة أنا ما بحب بصدق هالشيء لا أنا بعدني مؤمن أنه لا لبنان مش بس قابل للحياة ما في بديل عن لبنان وبصيغته الحالية الموحدة المركزية وهلأ منحكي عن المركزية وإلى آخرية بس ما بيقدر يكمل مطرح موصل مع حزب الله من 15 سنة لكم اطرحت موضوع اللامركزية أنا بدي اطرح موضوع اللامركزية والحياد يعني بلش ينطرح أن مشكلة لبنان هي مشكلة بنية ما بتنحل لا بانتخاب رئيس ولا بتقليف حكومة بدنا نعيد النظر ببعض الأمور يعني سياسة لبنان الخارجية القائمة على الحياة ونرجع هذا الصراع على السلطة المركزية نخففه بمحل معين من خلال المركزية الإدارية والمالية الموسعة رأيك دكتور حتير لك أنا رح بعطيك عنوان صريح لهيد الموضوعين اللي طرحتهم اللي هني أكتر تداولا حاليا لأنه في كتار بيشوفوا فيهم أنه هني المخرج من الوضع الحالي أنا برأيي قللهم عنوان واحد هو اسمه الطائف الطائف بيأمن لك هو الشغل التان وبأمن معهم وهلأ بيشرح كيف بيأمن واحدة على الأكيد يعني الحياة هلأ بيحكيك عن الثنين هلأ بيحكيك لاش أنا أعتني بأمن الثنين وبأمن معهم منصة توافق تفضل لأنه أي شيء آخر بدك تبحث فيه بدك تأمن له نوع من التوافق السلمي يعني أنه يروحوا اللبنانيين إلو ما بنيقول صاغرين مسلمين راضيين يعني بقسم النصيب اللي طلعوا عطلهم يعني فيه لكن بالموضوع الأولاني يعني موضوع اللامركزية بنص بشكل واضح بشكل واضح إنما بننتبه في كتار ناس بيتطلعوا لك بيقول لك آه بس هايدي ما لازم تتضمن جباية ضرائب مركزية مالية لا هيدا خطأ كتير كبير ما فيه لامركزية حقيقية من دون يارا بلا منزين تماما وأكتر من هاك بلا مسائلة لأنه فرق كبير بين المركزية واللاحصرية لاحصرية إنه السلطة المركزية من عليها تتنازل للأقليم تبعت لهم لا موجودة هلا اللحصرية تماما أو لا بيقولوها بيعطوا صلاحيات أكبر لقائم مقام لا مش موضوع صلاحية فيه نقطة أساسية عدا عصب الحياة اللي هو المال فيه المسائلة أنت كيف بتسائل جهة عن قرار إذا ما عندك يعني ما عندك ما بتعطيها وسائل تنفيذ وسائل التنفيذ هي المال واصبح ساعتها خاض على المسائلة وخاض على الانتخاب أيضا هاي مسألة غير قابلة للمساومة السلطة المركزية اللا مركزية بدأ تكون منتخبة وعندها قدر التحرك وقال له هيدا بيصير لاحصرية واللاحصرية هي بتضلك انتخابة على السلطة المركزية بكل مفسدها وبكل زبائنيتها وبكل فسادة بترجع فإذا هاي دي النقطة الأولينية هلأ بالطائف بتقل لي الطائف ما حكي تفاصيل ما حكي تفاصيل لاش أنون الانتخاب اللي شوهوه مئة مرة وكل أنون الانتخاب بينسبوه للطائف بيطلع ما له علاقة بالطائف فيها لاش أنون الانتخاب كمان متل ما هو بالطائف في كتير قضايا بدأ إعادة امتثيل ما بيحكوا المصرفيين إعادة امتثيل مع الطائف بالنسبة للحياد بالنسبة للحياد واضح يعني أهم شيء نحن بنسأل حالنا أهل الحياد وأنا منهم يعني بنسأل حالنا عن أي حياد عم نحكي لأنه ما في دولة بالعالم مرأت بتجربة حياد إلا ما كانت عرفت شو نوع الحياد البداية يعني مثلا النمسا قالت إنه هي بدأ حياد عسكري ما بين المعسكرين حلف وارسو وحلف الأطل بدأ تحمي راسها بس ما قالت بدأ حياد اقتصادة كانت هي من تسبل لأوروبا وبدأ تعيش بأوروبا وبدأ تعيش بهوية أوروبية إلى آخره نفس الشيء فنلندا فنلندا والسويد طبعا بدرجات متفاوتة عرفوا شو نوع الحياد اللي بدون يعني إحنا لازم نعرف حياد حياد شو نحن إذا بتطلع الحياد اللي أكتر شي يعني أصبحنا لامسين بحاجة لإله هو نوع من النزاعين في خط التماس السعود الإيراني لأنه ناشا أو العربي الإيراني العربي الفيرسي السن الشيعي اللي بدك لأنه إله تسمية مختلفة هو جوهر إيراني عربي يعني جوهر لأنه هي مصالح سياسية شو بدك يعني ما له علاء الدين والمزاهب فيها هذا نوع الحياد اللي نحن عاوزنا عاوزنا حياد آخر إذا نشأ محاور عربية لأنه بالسابق ما كان فيه بعض نفوز إيراني في لبنان كان فيه محاور عربية السعودية بمحال ومصر بمحال كانت هذا نوع من الحياد اللي نحن منعوزه إذا رجع نشأ محاور عربية عاوزنا حياد ما بين شرق وغرب يعني إذا كانت حاليا يوم الصين يعني بالسابق كانت حلف وارسة وحلف نحن عاوزنا بين حلف وارسة وحلف الأطلسة أكيد كان عاوزنا يعني نوعا ما نكون لما حلف بغداد اللي هو امتداد لحلف الأطلسة ولما عبد الناصر اللي هو يعني كان حليف الاتحاد السوياتي أو وقتها هذا نوع الحياد العاوزنا في عنا نقطة بعدها مش محلولة هو الصراع العربي الإسرائيلي الصراع العربي الإسرائيلي بده يحد يكون واضح أنه هيدا صراع في قدر كبير من الظلم وفي قدر كبير بعد من التعقيد ومنحل بس هل دور لبنان أنه ينوب على الفلسطينيين فيه لبنان ما بقدر يكون على الحياد السياسي بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي بس لبنان لازم يكون على الحياد العسكري إذا مش حياد عسكري يعرف يلتزم سقف انخراطه العسكري بهيدا وفي تجربة بالسابعة وستين تماما تماما ومش بس هيك نحنا في عنا مرجعيات من هذا الموضوع في عنا اتفاق الهدنة هذا لم يسخد بعد لبنان بعده ما اقتفاق الهدنة سنة تسعة واربعين هيدا معناها أنه ما في حرب نحنا وإسرائيل بالحرب عسكرية بس ما في علاء الدبلوميسية ما في اعتراف إلا آخرها نفس الشي في عنا 1701 هيدا هو مبني على قرار الهدنة برجاء إلا في منظومة خلينا نقول مرجعيات بدأ فإذا إذا منرجع منعرف نوع الحياد اللي عاوزنا وين وكيف بيسهل الاتفاق حوله ليش لأنك عاوزك شرط تاني للحياد بعد التعريف إنك تتفهم في أغلبية لبنانية مع الحياد أو في أغلبية كبيرة بدك ما بيسهل يكون في أغلبية بسيطة أو مش النص زي ذو إذا انتبهت إذا انتبهت للنقاشات اللي نحن عم نشارك فيها ونقاشات بنائة جدا مشان بلورت هذا الموضوع نشأ هاي المسائل هاي المسائل المسائل الجوهرية اللي انطرحت هلا بتاخذك بعدين على الشقة التطبيقية في بالشقة التطبيقية في عندك عندك عدة أنواع أو عدة مستويات من الحياد في الحياد الأنوني المطلق اللي هو مكرس في شرعة الأن بتطلع أنت بتجي الدول كلها بتعترف فيك المحيط العالم كله اللبنانيين كله هيدا وضع سويسرا مثلا هيدا هل أنت قادر تأمنه بكرة تقبل إسرائيل مثلا بالحياد مثلا هيدا إحدى الشغلات إحدى الشغلات إحدى الأسئلة أنت وقت بتعرف طبيعة علاقتك بإسرائيل علاقتك السلبية بإسرائيل وساعتها بسير إسرائيل تقدر تقول لك أنا بيقبل ولا لا وأنا يعني طبقت بس أنت أنت لازم نبلش بالتحييد يعني نحن نعلم تماما فمشان هيك أنا بقول أنه نوع الحياد بالعمل غدا نوع الحياد شكله الأنوني أو شكله السياسي هو يعني متدرج يعني بمعنى في عندك مثل ما قلنا حياد مطلق وأنوني في عندك حياد واقعي يعني نحن سنة الوقت اللي قاعده عبد الناصر وفؤاد شاب على البلخيمة ولبنان عاش 7-8 سنين على حياد بين المحاور العربية وعلى حياد المصطرع العرب الإسرائيلي كان بمعنى العسكري أنه لبنان ما كان دولة مواجهة أنه هذا نوع من الحياد بس هل هو كان مكتوب ووسيئة مش بالضرورة يعني أنا باعتقادي فيه إطار إنوني ممكن ننطلق منه لموضوع الحياد هو إعلان بعبده للأسف الشديد وحزب الله بأسقط بس بعده ما زال أنا باعتقادي إطار إطار صالح للبحث نستكمل هذا الحوار والنقاش دكتور أنتوح حديد بس بدلوه على قراءة بيئية لأنه كمان البيئة هي المنسية اليوم بظل الأزمة الاقتصادية ينضم إلينا مباشرة وزير البيئة دكتور ناصر ياسين صباحا كيف معا للوزير صباح النور دكتور صباح النور دكتور أنتوح عرفته ومنصوته لأنه أنا بحملة تنظيف على شد وحيرت لرعون صباح كنت على التابع بس عرفت منصوته ومنصوته صباح خير دكتور ناصر نقولك يعطيك العافية يعني بظل هذا القحط يعني حاليا أنت من الوزراء ببيض الوج يعني يعطيك العافية مبارح معايا للوزير أطلقت من محمية أرستان نورين الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات واليوم مثل ما عم تحكي عندك نشاط آخر أبرز التحديات اليوم قدام الغابات بموسم الصيف خطر الحريق شو العمل بحسب الحملة الوطنية نحن بموضوع الحرائق يعني ارتفعت وطيرتها وقوة هذه حرائق الغابات بآخر عشر سنوات جزء مننا وجزء الأكبر من المسبباتها هي أهمال عم يحصل أو التمدد السركاني أو سوق إدارة لكثير من المواقع الجر الطبيعية هلأ اللي عم بيمخيف هو أنه مع التغييرات المناخية اللي بلشنا نحس بتداعياتها وتأثيراتها هايدي ممكن تزيد وترتفع فأطلقنا رحلة من العام الماضي يعني خطة للوقاية والحد من حرائق الغابات وجددنا هذا العام من استراتيجية الوطنية اللي هي كانت آخر مرة العملت في 2009 وتتبعها وأصدر رجل مع الماضي ومن يومين بجازة مجلس وزراء وقرت وهي عادي آآ خطة وطنية وستراتيجية وطنية فيها دور لكل الإدارات المعنية الزراعة والبيئة والدفاع المدني والبلديات والإدارات الأخرى وكمان المجتمع المحلي والمجتمع المحلي بهذه الخطة وبالعمل اللي عم بقوم فيه نحنا بالوزارة هو هو الدور الأكبر بحماية الغازات وإدارتها وهيدي عم شغل عليها فعملنا دراسات مع جامعة البلمان آآ وبعض الباحثين الموجودين في هذا بتاع وتبين عننا أنه خمس عشر منطقة بردنان هي هي أكثر عرضة لحرايق الغباد بإدارة على الديتا من عشر سنوات الماضي وقالنا هذه الخمس عشر منطقة لازم يكون فيه سريق موجود في كل منطقة من هذه المناطق اللي هو طريق مشكل من بيئات ساع مدني الوزارات أكيد زراعة وبيئة بالإضافة لفرق المستجيب الأول اللي عم نفع أن نطور جهزيوتهم وقدرتهم على التدخل السريع نجحنا فين الماضي ببعم هذه الفرق بأكثر من منطقة مثل عكار عم يشتغل هلأ عبدالله تنورين منطقة بسكنتا ومناطق تاني بيشوفه علي ويبقى على الغرب ويصور عم بيصير فيه هايدي موجودة اللي تقدر أولا ترائب هذه الغبات وهذه المحميات والأحراج ولكن التدخل السريع عند الحاجة بمؤشر حاطنين خلال عشرين بيئة قدرنا السن الماضي عبر هذه الخطة اللي جربناها واشتغلنا عليها وطبقناها نخفض المساحات المحروقة بأكثر من تسعين بالمئة وهذا نتيجة جدا مهمة بمقال عليها ظروف الطقس ما كانت كتير غير عن السنوات الماضي ولكن أكيد ممكن ظروف الطقس يكون أصعب بعدة أعوام ضمن محروقة لكن هذا العمل اللي صار اللي خفضنا هذه المساحات المحروقة عبر الشغل اليومي مع المجتمعات المحلية والمجموعات الموجودة بالمناطق هو اللي عم نبني عليها القطة المستقبلية وهذه الستراتيجية بيشير في تعاون أيضا مع البنك الدولي لإطلاق دعم حرائق والنبيان يتعم دفاع المدري فرق بالتجيب الأول لأنه كمان قدراته والتشريطاته صارف جدا متوضعة وهذا عم الشغل عليه بمنهبة من مرفق البيئة العالمية يعني في عمل عم بيسير بس أكيد بدك بدك وجود أزبط للإدارات المحلية اللي هي بضع جدا صعب وبدأ تمام حضور لمراكز الأحراج وحراس الأحراج ونحنا كمحميات نشتغل كتير بلا مركزي موسع بإدارة المحميات بلنا نطبق هذه الفكرة أيضا على إدارات نخدم فيها بيبقى إنه نشد على إيدك ونتشكرك يعطيك ألف عافية معالي الوزير ناصر سيسين إن شاء الله بنشوفك بنقاج سياسي أريد إن شاء الله الله يخليك دكتور ناصر يسين برجع لضيفي بصوت لبنان الكواريس الأحد الدكتور أطوان حدد أول شي تحليقك على الموضوع البيئي سريعا يعني بيظل الأزم الأقصادية اللي نحن فيها يعني إحنا نشد عائده لدكتور ناصر ضمن الإمكانات المتواضعة اللي عم يتحرك فيها بس للأسف موضوع البيئي بسبب الأضايا اللي حكينا فيها بالبداية تغير المناخة اللي هو مش فقط يعني موضوع إهمال وإلى آخر فيه عالم عم يتغير حولينا بدنا نتعود على طقس جديد نحن عم نصبح منطقة كل العالم كله عم يصبح منطقة شديدة المخاطر بيئيا ومناخيا فبدأ تدابير ما تنتظر للأسف حكومة إصلاحية لبنان كأنه نتمنى أنه هذا يكون برنامج حكومة إصلاحية وأكيد دكتور ناصر بيقدر يكون من أركانة بأي وقت من الأوقات بس هاي ما بتنتظر ومنشانيك منقلو يعطيه العافي وبالإمكانات المتواضعة اللي عم بقوم فيها نحن موضوع الحرائق ما بينتظر لأنه فعلا لبنان إحدى ثرويته الأساسية هي أحراجه مناخه بيئته إلى آخره للأسف إذا بننطر أنه يتغير الوضع السياسي ويصير فيه حكومات واعية ومسؤولية وإصلاحية ممكن ما يظل فيه ثروة حرجية أنا أريد أن أضيف عن اللي حكيت القضاءه كمان القضاء اللبناني نفتح موضوع جديد وهو الموضوع الأخير بالنقاش معك تحرك القضاء اللبناني مع حاكم مصر في البنان رياض سلامي شو اللي عم بيصير ليش القضاء اللبناني هل اللي أتحرك وهل القضاء الفرنسي وما مذكرة التوقيف الدولية هي اللي حركت القضاء اللبناني شوف موضوع رياض سلامي موضوع معقد وطويل ومديد يعني نحن أنت عم تحكي عن حقبي راح فيها خمس أربع رؤسة جمهورية مش راح الله يطول بعمر الباقين مرأ فيها أربع أو خمس ناس كم رئيس جمهورية مرأوا على مثله مثل نبيه بري يعني تقريبا هو من أركان التاريخيين للنظام اللبناني بالمعنى الإيجابي بالمعنى السلبي للكلمة ففي كتير قضايا متداخلة لما نحكي عن رياض سلامي لا يجوز حصرة بقضية وحدة هلأ ما يثار يتصل بشيء واحد هو نشاط شركة فوري وتنفع أو الاكتساب الغير المشروع له ولعائلته من هذا الأمر وهذا الشيء يعني فائع وأكد القضاء الفرنسي والأوروبي عموماً عم يتحركوا بنقل على معطيات أكيدة وواضحة بهذا الأمر نصعيب ضحضة هذا أنا إنما موضوع رياض سلامي عقد من هيك لأنه رياض سلامي خلت 30 سنة الأخيرة ما فينا نختصره بتبديد 300 أو 400 مليون دولار نحكي فيه هون عند شركة يعني فوري وهذا اللي عم يتعالج حاليا مش شيء تاني أولاً هو واكب ومسؤول مش وحده عن سياسة النقدية تبعاً 30 سنة الأخيرة اللي هي قامت على فكرة تثبيت سعر الصرف القصري وهون يعني لها وعليها هذه السياسة اللي هي كمان اعتمدت على اجتزاب الودائع والقروض من الخارج اجتزاب النظام المصرفي إلى وثم بعدين مصرف لبنان يعني المصارف تعطيها لمصرف دون حلقة المصارف تعطيها لمصرف لبنان على شكل ودائع الزمية أو غير الزمية لأنه في كتير من الودائع غير الزمية وثم بعدين مصرف لبنان بيستعملها لتمويل يعني حجات أو انفق المؤسسات اللبنية ما بدي أقول الدولة اللبنانية لأنه لأسف الشديد ما أنفق خلال 30 سنة الماضي حوالي 300 مليار دولار أنفقوا جزء كبير منهم تبديدا عن طريق المسارب الرسمية وقليل منهم وصل لمنفعة الشعب اللبنية مش عم قول القليل كتير بس أنه اترى فإذا بدنا نفهمها ضمن هالدول رياض سلامة ومسؤوليته الرئيسية مش الوحيد ضمن هذه خلينا نقول القلية للسياسة النقدية اللي فيها أنا برأيي الكثير من السلبيات لأنه سمحت يمكن أنه لبعض اللبنانيين أنه يعيشوا فوق طاقتهم بس سمحت كمان للطبقة السياسية أنه تمد إيدها على موارد ما لازم كانت تمد إيدها عليها إما عن طريق التنفع باستفادة من الفوائد المرتفعة اللي كانت تدفع وهن معرفتهم بذلك أو أنه لا عن طريق الزبائنية السياسية أي ما ينفق بالدولة اللبنانية طبعا يمكن عققت شوية المشهد بس هاي دي للي بيعرفوا هاي دا خلاصها بنص دي أبدنا في نقطة تانية هاي دا ضمن السياسات ولمن يحاكم رياض سليم يجب أن يحاكم كواحد من صانعي السياسات مش هو الوحيد فيها بتصير مسؤوليته أكبر وقت اللي بنحكي عن نقطة تانية هي إلى علاقة بالهندسات الميلية لأنه وقت بلش يتقزم هاي المكنة هاي المكنة اللي حكيت عنها جهل بالرسمين من الخارج لجأ رياض سليمي إلى شيء اسمه الهندسات أي أنه يعني بناخد وداع بفوائد مرتفعة بيتنفعوا منها ناس ما لازم يتنفعوا ومصارف ما لازم تتنفع ما إلى حق يعني تتنفع هون في مسؤولية جنائية النقطة التالتي طبعا اللي حكينا عنها بالبداية هي يعني موضوع مثل موضوع فوري اللي هي هون في مسؤولية جنائية مباشرة لأنه صار يعني هون نوع من الاكتساب غير المشروع بالختام صديقنا محمد شمس الدين الباحث بالدولية للمعلومات دخل على الخط وقالنا أنه أربع رؤساء مرؤوا على حاكم مصر في لبنان رياد سلامي من حي دايما بيصلح لنا المعلومات صديقنا مصر موحق لأنه ما قلنا شي مرؤ على عدد كبير أنا قلت خمسة بالبداية لأنه مثل بعض بصراحة خمسة أو أربعة أو ستة كلهم مثل بعض ما تغير شي لا لا طبعا أنا بعطي استثناء لعهد الرئيس ميشيل سليمان اللي كان فيه محاولة لأنه للإنقاذ لم تنجح لأسباب أنه ما تعاونوا معه بيبقى وصلنا إلى خط النهية بتشكرك دكتور أنطون حداد الباحث في السياسات العامة والأكاديمي على تلبية الدعوة إلى كواليس الأحد وموعدنا يتجدد الأحد المقبل في مثل هذا الموعد فإلى اللقاء شكرا لك استضافي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة